بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس التسعون الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وبعد بعد أن بين الشيخ رحمه الله ما يجب على المسلمين في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحبة والتكريم والاحترام والاقتداء بهم بين رحمه الله ما يجب لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقد قال الله تعالى في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وحرم عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس وقال بعض السلفي حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق وفي المساند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما شكى إليه جفوة قوم لهم قال والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذاك يسب علي رضي الله عنه ويضغضه وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه وينحرف عن عثمان رضي الله عنه مثل كثير من أهل العراق ممن كان يضغض عثمان رضي الله عنه ويسبه ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء بهم حينئذ والسنة محبة عثمان وعلي جميعا وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم لما خصهم الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعلي جميعا وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت وأمر بالاعتصام بحبله فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله قول الغلات في يزيد ابن معاوية فقال وصار الغلات فيه على طرفين قض هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة إلى أن قال وهذا الغلو من الطرفين في يزيد خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان فإن يزيد ابن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح وكان من شباب المسلمين ولا كان كافرا ولا زنديقا وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم وكان فيه شجاعة وكرم ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه إلى أن قال ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه ولا يسبونه فقد يشتبه أمر يزيد بعمه يزيد بن أبي سفيان فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة وهو خير آل حرب وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتح الشام ومشى أبو بكر في رحابه يوصيه مشيعا له فقال له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل فقال لست براكب ولست بنازل إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله ثم بيّن الشيخ رحمه الله أنه يجب الانتساب إلى دين الإسلام للانتساب إلى الأشخاص والمذاهب فقال وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ومراد بن عباس رضي الله عنهما ما يزعمه أهل الأهواء من التحيز إلى أحد هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما وإلا فعلي وعثمان رضي الله عنهما ليس لهما ملة تخالف ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الشيخ وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله فلا نعدل عن الأسماء التي سمان الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان بل الأسماء التي يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالك والشافع والحنبل أو مثل الانتساب إلى القبائل كالعبس واليمان أو إلى الأمصار كالشام والعراق والمصري فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان وعلياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون قد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون وقد بين المتقين في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه فكل من آمن بالله ورسوله واتق الله فهو من أولياء الله والله تعالى قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وبهذا القدر نكتفي إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته